لكن يبقى يبقى السؤال القائم لكن بصيغة أخرى ولكم في علاوي أسوة حسنة وما حصل معه وأنت تدرك الباقي نعم الدكتور عياد علاوي من شكل قائمة العراقية العابرة حصل ما شاء الله على 91 مقعد يعني أما ما بعدها انتكست القائمة العراقية بعض الشيء لأن لم يأخذ استحقاقها يعني لأن تنكروا عن ذاك الاستحقاقها هو هذا اللي يريد أوصل لك هذا اللي يريد أوصل لك وبعد القائمة العراقية وبعد أياد علاوي أيضا التيار الصدري أخذ الأولوية و73 مقعد ومع هذا لم يستطع الوصول إلى تشكيل الحكومة إذن الخلل من باب إنه من باب إنه إذا التيار الصدري شكل حكومة مع الآخرين هذا يضعاف المكون والحكومة لازم نشارك بها لكون مكون بأكمله ويعني مبررات مبررات يعني لا تشجع صراحة مبررات واضحة أنه ما ترتكز على أسس وطنية حقيقية لكن طرحتي شافكار عموما سيد السوداني ليس القصد أن يكون وريث للأياد علاوي أو وريث للتيار الصدري بقدر ما القصد هو العودة للهوية الوطنية حتى لو ما يجي ما يكون هو الأول ما هي المهم المهم هو العودة لرفع راية دولة المواطنة ودولة الهوية الوطنية العراقية الجامعة للجميع هذا ما نطمح به صراحة أما المعاوقات المعاوقات قد تكون نفس المعاوقات التي واجهت أياد علاوي والقائمة العراقية سابقا وواجهت التيار الصدري قد تكون نفس المعاوقات أيضا تعاد بصيغ أخرى لكن يفترض وقد تكون أقسى ما يخدم ما يخدم البلد ما أتوقع تكون أقسى ما أتوقع إن شاء الله ما تكون أقسى طيب لأن أكوى صوات كثيرة داخل الإطار الوطني أيضا تحشي بهذه اللغة وحتى الإخوان في دولة القانون يعني أنا شخصيا أتوقع أن دولة القانون وبقيادة زعيم السيد نور المالكي والذي نكون نجل له نكون له احتراما كبيرا ولتاريخه نتمنى أو مقتنعان تماما أنه يستطيع أن يلعب دور كبير في إنقاذ العراق من براثن هذا الانقسام إذا ما خرج باتجاه الهوية الوطنية وحاول أن يترك الهويات الفرحية جانبا بعض الشيء وربما ربما اليوم الظروف مؤاتية إن كانت سابقا الخوف من الماضي هو المسيطر فاليوم بعد عشرين سنة غير مبرر الخوف من الماضي أبدا غير مبرر لذلك الظروف مؤاتية جدا اليوم لأن ننفتح بهذا الاتجاه حفاظا على بلدنا حفاظا على شعبنا على مواطننا حفاظا على سيادتنا